الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد فهذا لقاؤنا العاشر في الجزء الأول منه في إضاءات من هداياتي وأنوار سورة المائدة نقف فيها على الآية الرابعة يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب تبدأ هذه الآية العظيمة بسؤال الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسألونك والفاعل هنا الصحابة هم الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن شيء ينفعهم إما في الدين وإما في الدنيا وأيضا لا يسألون إلا عما هو أشكل عليهم لا يستطيعون أن يفهموه الفهم الصحيح الله سبحانه وتعالى ذكر لنا عدة أسئلة من الصحابة في القرآن الكريم قرابة اثني عشرة سؤالا موضعا يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن المحيط يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الأنفال لكن الإجابة هنا هل أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسئلتهم من تلقاء نفسه أم أنه سكت حتى نزل الوحي بإجابات من عند الله رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر أنه لم يجبهم بدليل أن الله قال فيها يسألونك ماذا أحل لهم قال ربنا قل قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارع مكلبين معنى كلمة قل هنا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يجبهم مبادأة إنما انتظر حتى جاء الوحي من السماء بأمر من الله سبحانه وتعالى فيه الجواب أحل لكم الطيبات هذا السؤال الذي سأله الصحابة يسألون حتى يتحروا الحلال من الحرام ولمعرفتهم أن سلطة الحلال والحرام بيد الله عز وجل ومن ثم بالإذن لرسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات أي أن الله عز وجل أحل لكم الأطعمة الطيبات وأحل لكم كل ما هو طيب لأن الأصل في صورة الأعراف قال ربنا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أي أن كل ما هو خبيث حرمه ربنا وكل ما هو طيب أحله ربنا سبحانه وتعالى فالحلال هو الطيب والحرام هو الخبيث والحرام هو الخبيث وليس كل خبيث يكون حرام ليس كل خبيث يكون حرام بدليل أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصف الذوم بأنها شجرة خبيثة ولم يحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل خبيث محرم بل الأغلب في ذلك أنه محرم قال ربنا قل أحل لكم الطيبات كل ما هو طيب حلال للناس والطيبات هذا لفظ عام في الأطعمة وفي غيرها ألا ترى معي أن الإنسان إذا كان عنده ابن وراء أحد الشباب يتلصص بها عند ذلك يغضب ويثور وتأتي عوامل الغيرة عنده أن ينتصر لنفسه ولشرفه أما إذا جاء نفس الشخص وطرق الباب وأراد أن يتزوجها يتحول الأمر من غضب وغيرة وعداوة وإنكار لذلك الفعل إلى فرح وسرور عند ذلك الرجل فكل ما هو طيب هو حلال وكل ما هو خبيث حرام إلا بعض الألفاظ التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلل على أنه ليس كل خبيث يكون حرام قال ربنا سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح الجوارح الكواسر الفهود والأسود وغيرها هذه اسمها جوارح وعند العرب الجوارح مفردها جارح والجارح هو الكاسب أو الكاسر الكاسب أو الكاسر ولذلك سميت العي جارحة وسميت اليد جارحة أي تكسب أي ما فعلت تكسبه من الجوارح إذا علم الصقر للصيد مثلا أو علم بعض الحيوانات الكاسرة ودربها صاحبها مكلبين مدرب الكلاب الذي يعلم الكلاب تعلمونهن يعني أحل لكم ما صاده ما علمتم من الجوارح والجوارح جمع جارحة وهي الكاسرة مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله أي معلمين لهن تعلمونهن مما علمكم الله تدربوهم ويحتمل أن تكون مكلبين جارحين يعني أن هذه الكاسر تجرح ما أمسكت تعلمونهن أي الجوارح مما علمكم الله كيف يصطادوا كيف يصطادوا لكن إذا أرسلت كلبك للصيد أو أرسلت الجوارح للصيد هل هذا الصيد إذا أرسلته وكان الكلب ينزجر ويطيعك أو الجارح يسمع كلامك ويطيعك وسميت الله عليه فلو هجم عليه حتى ولو قتله فهو حلال أما إذا إصطاده وجاء وما زالت فيه بقية حياة فيجب عليك التذكيته قال ربنا فكلوا مما أمسكن عليكم كلوا هذا على وجه الإباحة مما أمسكن عليكم مما أصلها من ما من ما ومن هنا بيانية زي إيه خاتم من حديد فمن بينت أن الخاتم من حديد وليست طبعضية كما يقول البعض فكلوا مما أمسكن عليكم مما أمسكن بيان يعني يعني من هذه من هذه الذي أمسكها من هذا الصيد تأكل منها لأن الإنسان لا يأكل الريش أو لا يأكل الجلد أمسكن عليكم أمسكن عليكم أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه إذا جاءت حية عند ذلك لابد أن تذبحوها تذكوها وتقول بسم الله الله أكبر أو إذا أرسلت كلبك أو جارحك عليك عندما ترسله أن تسمي الله تقول بسم الله الله أكبر والسنة دلت على أنه يسمي إذا أرسل الجارحة والقرآن الكريم دل على أنه يسمى إذا أمسكه وكذلك إذا أراد أن يأكل فإنه يسمي فتكون التسمية على الأكل والتسمية على الإرسال والتسمية على الإرسال الله سبحانه وتعالى بعدما بيّن ذلك قال واتقوا الله اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عقاب الله وبين غضب الله وبين صخط الله حاجزا ووقاية من عذاب ما هو الحاجز أن تفعل ما أمر وأن تجتني بمنها وإن سقطت في معصية عليك أن تتظهر وتعود سريعا إلى الله رب العالمين مستعتبا مستغفرا منيبا أواها إلى ربك سبحانه وتعالى ثم قال ربنا إن الله سريع الحساب هذه جملة خبرية مؤكدة إن والغرض منها التخويف التخويف من إيه؟ أن يبتعد الإنسان عن التقوى لأن من لم يتق الله فإن الله سريع الحساب أي أن الله تعالى سيحاسبكم على أعمالكم وسريع الحساب يتضمن السرعة في تنفيذ الحساب على الوجه السريع وسرعة الوقت من وجه آخر سرعة الوقت بالنسبة لحياة الناس بتمر سريعا بتمر سريعا حياة الناس مهما طالت عندما يأتي إلى لحظة الموت يعتقد أنه ما عاش إلا عمر قصير فيما يحكون في الأثر عن نوح عليه السلام أنه عمر كما قال ربنا في القرآن فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما عندما حضرته الوفاة قيل له صف لنا عمر الدنيا الذي عشتها فقال كدار كبيت لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر فما أسرع الأيام حتى يلاقي الإنسان الله سبحانه وتعالى بأعماله هذه واحدة أو ما أسرع حساب الله سبحانه وتعالى كما قال علي بن أبي طالب عندما سأله أحد الناس كيف يحاسب الله الخلائق كلهم في آن واحد قال كما رزقهم في آن واحد يحاسبهم في آن واحد فالله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة على كثرتهم يحاسبهم في نصف يوم كما ورد في الأحاديث عند ابن المباركة في الزهد وأبو نعيم في الحلية والطبر وغيرهم لقول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ يومئذ في هذا اليوم خير مستقرا وأحسن مقيل أي يقيلون بعد الظهر ينامون مع أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار إنما هي نور يتلألأ كما قال صلى الله عليه وسلم لكن من اشتهى النوم تنزل السطور وعند ذلك ينام ينام لا من تعب إنما كل ذلك من النعيم الذي يحيط بالمسلمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بالإيمان وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون ما أمر الله عز وجل به ويجعلنا وإياكم من المتقين ويجنبنا وإياكم الخبائثة والفتن ما ظهر منها وما بطل اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر